بسم الله الرحمن الرحيم جانبية الارض ممكننا بجانبية مخيف كوكي لهي كذلك ذاتنا فيه جانبية الكون لما عمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إِنَّا لِلْمَرْضِ هَمَّنُّ لَوْ تَحْنَقَتْ بِالْكَوْنْ لَا جَدَبَتْ الرسول يقول إِنَّا لِلْمَرْضِ ما قال فيه إِنَّا لِلْمُشْرِمْ أو إِنَّا لِلْمُمِنْ أو إِنَّا لِلْعَارِفْ أو إِنَّا لِلْعَالِ قَدْ إِنَّا لِلْمَرْءِ عَمَنْ الْمَرْءِ هو من كل نسان موجود فوق الأرض له عزم وله إرادة ورانا نشوفوه الدول الغير الإسلامية مما كانت تحتهم في إرادة استطعوا ووصلوا ووصلوا إلى كسم علوم وهو ونظار استطعوا يكونوا هلوك الأرض يملكوا الأرض ويفعلوا بها ما يشاب ما يشاب على الحضران الغربية الآن بعصرا تعلا لما كانت عندها ينادي المرئي همة لما دارت الهمة لنفسيها وقالت الحضران تعنا أحسن من كل الحضرات التي سبقتها بالأرض الحضران تعنا حضرات نوري جد جابت حقوق الإنسان جابت علم ووصل الإنسان لإقتصار وكسب وكسب ما في دنيا من لا من ناحية الإبداع من التكنولوجيات وإلا العمل الصناعي المنتجات اللي هي موجودة ورانا كلنا احنا المستهلكين خاصة احنا بما نرشه رانا كلنا نشتاقوا ونمشوا نجيبوا على هذا الحضرات الشيء اللي همان مصنعون منها الحاسد الأليل ومنها السيارات ومنها ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا من الرباب إنا للمأتي همته وكان هات الأمة داعنا الدين الهمة يشيله الله صحانه وتعالى رزق بها إذا تعلقت بالكون لا جذبت اليوم العلماء راهم يخطوا على أن القرن واحد الإنسان ينزل في بعض القوكين ورهم يخطوا عن الإنسان لتوصل الكثير من الأشياء وهي اليوم غائبة علينا لما كان عندهم عزم وإرادة وهمة في حضرته في فكره في عقيرته استطعوا الله سبحانه وتعالى أعطاهم ملكهم والله سبحانه وتعالى يقول يا محشر الإنس والجين إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات فالفدو لقد الموجود ولكن لا تنفذوا إلا بسلطان السلطان هما جمعه والمكان إلا عن طريق القانون ما قلوك جمعه بالقلوب وإنما جمعه شملهم واعيهم والسلطان اللي كان على رأسهم انتخبوه ولما يدئوا واحد منهم يقود الأمة والله كلهم يطيعوا الأمر والنهي لهو يجب من عندهم الله سبحانه وتعالى يستطيعوا الأمر لما كان كان لهم في أنفسهم وفي حضارتهم وفي شخصياتهم الهمة الهمة على الله والهمة نتحب وإحنا على الأحباب المسلمين يا ابترا لازل هذا الحديث نتصرف به أولا يا ابترا المسلمين على الله والهمة في الكذب الروحي العلمي التقافي الديني لهو ورع من اليدين يا ابترا في أي مكان حطينا إذا هو الدين كان مسألة تقليل وجروا تقليل إنا وجنا آباءنا ورنع أعطار متحهم لا بدوق ولا بشعور ولا بفحت ولا بعزم ولا بإرادة ولا بهمة هذه الهمة ما معناها؟ ما هي الهمة؟ في الإنسان؟ نقوله فلات ذو همة ما هي الهمة؟ ربما يحصل التفسير فيها الآن ما هي الهمة؟ ما هي الهمة؟ وما هي الهمة؟ أمة ومعدد الأفراد وموحدة إما عن طريق القدم إما عن طريق الروح إما عن طريق مذهب إما عن طريق إديولوجية إما عن طريق عقيدة إما عن طريق حضرة وإنما بوحدة مهما كان قرص إما عن طريق إما ترى لا زال لا همة الهمة تبدأ كي الإنسان ما زال يؤمن في نفسي وما زال يؤمن في حضرتي وما زال يؤمن في شخصيتي وما زال يؤمن في وطني وما زال يؤمن في بلدي وما زال يؤمن في نفسي مهما كان هذا كبير لأن كان من اتخذ الله سبحانه وتعالى كإله ورب وكان من اتخذ الدنيا وكان من اتخذ السياسة وكان من اتخذ كده كل واحد خذر رب مين؟ كان هو يعبد الله سبحانه وتعالى كان هو يعبد ما زالت الناتاء وما زالت العزاء وما زالت ما نتاء والتنديثة نفرة هذه الأرباب كلها لا زالت إلى يومينها لا تعبد في كل أرض ونكلم شيء على الصيفة في ناع الجاهلية وإنما تخذر وراء أشياء وعليش ربنا البحث وعليش ربنا البحث وما هو معبودنا الحلاج رضي الله تعالى عنه كان يمشي واحد المضرب ويقول للنات معبودكم تحت قدمي معبودكم تحت قدمي والناس هذي تقول أم طيف راح كفروا راح كفروا راح كفروا راح يقول بني معبودكم تحت قدمي صابوا كفروا الحلاج الحلاج رضي الله تعالى عنه كان يشير على أنه شير راح يمتعذبوه وتعذبوه وهو الفادي هو الويس هذا الكسب الدنياوي وهذا الحلاج لحدوه تحت الجلود راح تحت القدم من هذ الحباب اليوم احنا نتسألوه عناش وصلنا لهذا الموزب عناش وصلنا لهذا المحده عناش وصلنا لهذا المحده الانسان يفتش واش درنا شي سيئة واش خطي نطري واش عملنا حق العبادة واش لا لا هكما الانسان اذا هو وصل يكره هو ويكره البلاد اللي تعود اذا هوا واش ده اذا هاد اذا قسم الهما اذا هوا يكتر أسان ما يحب اهل وطنه ما يحب وطنه ما يحب ما يحب لا 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 الحضاراتا ما يحب الثقافاتا ما يحب الدين انتا اذا اذا اذا定 قسم الهما هاذيك الهما اللي هي لو تعلقت بأي شيء لا جذبت إرادة هذه منها تخرج الإرادة منها يخرج العزم منها يخرج اليقين هذه تجعل الإنسان إرادة أي كجذبية تجلب لها جميع ما ينحيط بها رغم تشوفوا أمريكا اليوم رأي أقوى دولة في العالم ماذا أمريكا أقوى دولة في العالم شوفوا الحضرة انتظروا الولايات المتحدة شوفوا الحضرة الولايات المتحدة ماذا يستمرون أي شيء لها أخلاق لها إنسان كامل لها مكارين أخلاق ماذا فزد أمريكا تشوفوا أي أمريكا مهماكا طاعيم أو مسكين أو كما كان عنده إيمان في أمريكا أكثر من إيمان في الله عنده إيمان في أمريكا أكثر من كل شيء أي لا زال مرد عنده إيمان قاوي واحد العزم في بلاده واحد العلاقة مع الوطن هذه جعلت أمريكا جعلتها الجانبية وما كان شيء رأس في أي علم في أي شيء إلا تتجلبوا الخوة تعالية وهي تتجلبت لها الأفكار كل إنسان حب عنده فكرة كان تلك فكرة في صناعة أو في طيب أو في علم العلوب إلا لم يمشي الأمريكا كان من الأوروطة كان من أمريكا كان من أسيا يمشي الأمريكا جعلتهم أمريكا اليوم لها جاذبية جلبة أهل المال جلبة أهل العين جلبة أهل الرغم من نحية الأخلاقية من نحية الإنسانية ناقصة طائفة ما كان بش في أمريكا أمريكا الخوية من الضائف إلا عندك المال تعيشت متى كل شي سهل من الحباب هذه هذا الوطن ذا يهمن نفسه أمريكا أمريكا هي رقب واحدة هي رقب واحدة عنده هي المنصة هي رقب واحدة ما كان يسوقها نهارة المسلمين كانوا دليل الإسلام هو رقب واحدة نهارة المسلمين كانوا كنا ديرين على أن الحضارة تعنا لي جات بأخلاق وجات بمحبة جات بإنسانية جات برحمة جات بسلام جات بالبشرة تعطي الحق للضعيف والمسكين وبالسبيل نهارة المسلمين كنا أحنا لباطلنا عاطين همه لها تريسة للمحمنية ثم لا كنا أحنا نهارة كنا نشوف فيها نومبر وعن كنا نومبر وعن نهارة كنا نشوف فيها هي الأولى أرجحنا أحد الأولين في الأهم وإنما شيء فشيء فطالع عليهم الأمن كما يقول الله سبحانه وتعالى فقصح قلوبهم طالع علينا الأمن وبدأت هذه الهمات تنقص 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 حتى وصلنا محط حتا بعد الزمان انتعنا أنتعنا من الزمار محط الحياة عن الماضي وصلنا الآن ما نتفكروا شيء بالفكرة التي نعتم نحتاجنا نفكرون نحتاجه نروحه للغير نجيبوا الفكرة التي نعني لها يعني الإنسان لما افتقر وصبت لواحد النقطة لتعطف حتى إذا جاي يفكر يروح يبتش عن فكرة الغير باش يفكر بيها إذا جاي يعمل يمشي يروح يجيب الميتان عند الغير باش يعمل إذا جاي يعمل يعمل يمشي عند الغير باش يجيب التعبير ويعصر ميتان هذا الفكر هذا الفكر الحقيقي وصبر الراحة ضد رجع وينرجع الإنسان مملوك تماما مملوك تماما مملوك تماما إذا المرام نصر وَهُوَا النصِلّا إذا الهدف نبني وطن نبني مجتمع لنا وللأجيال الجيمة بحثنا إما لنا لا بد علينا إن نفتشف أنفسنا هل لازلنا أن توجد فينا الهمة وهذه الهمة لها قوة كقوة جاذبية لو تعلقنا بأي شيء الآن أنا محتاجين نتعلق باشي الكون غيرا لله تعال قوة شنور وخلوق قمر غيرا لله إنني المرء همة ولو تعالقت أسئلي نحن نقول غير بالسلام بالرحمة ما لنا نحتاجين الآن بالقوة لو تعالقنا بالقوة لو تعالقنا بالرحمة لن يقول هل منت أنا على حسب احتياجك لنا فيها الآن جمع الشم جراء الرأي جمع القلوب تحدها على البرم والتقوة على منية المستقبل للأجياد لأبناء نار ومن بعدهم ليأتون من بعدهم والهمة هذي وين يسيبها الإنسان إن الرسول العالمي صلى الله عليه وسلم بقى الإنسان المرء هذي موجودة في كل مرء بيقوش الإنسان أه أحتان ونقوم أحتان ونقوم أحتان ونقوم أحتان ونقوم كذا بش يقول عندي همة لا الهمة رهي فيه أما الإسلام جاين ورهب حتى بش ما تغلطش ربما ربما تربط الهمة لعك بشيء بالفتاني الإسلام جعل لك همة تعلق بالحي القيوم بالحي الدائم بالمسائد اللي هي دائمة بالمسائد اللي هي كاملة عظمة ولذلك جعلنا سبحانه وتعالى التكبير الله أكبر الله أكبر تعلم كل همة انتعنا بشيء أكبر أكبر مما نرى أكبر مما نفر أكبر مما ننق أكبر مما نحوز دائما هو أكبر هذي الناس أهل الدنيا تعلقت الهمة تحهم إلا بالدنيا وكسبوها أهل العهم تعلقت همتهم بالإن أكبر هذي السياسة تعلقت همتهم بالسياسة وصلوه بل نحنا وصلهم من دعنا تعلم كل شيء اللي رأنا نحتاج إلى الأن نحن مطمئ ما نشيد لا اللي هي مرادها تبلغ تقول أكبر ما نشيد لا أو بلاد اللي هو مراد اللي هو يقول أذق من الأخاني لا نحن خصنا نكون على حسب ستطعنا على حسب ذو لا وشعر مؤمن ذو أهوة ذو محبة ذو ربيطة ذو سلم ذو تقوى ذو طهرة فكرية روحية وكذلك اجتماعية أخلاقية كي إنسان يمشي في طريق يمشي بالسلمة كي سافر يسافر بالسلمة كي حطي الأمل عن شي إنسان رايز يقن رايز رايز بسلم يمشي باللي راح في السلم يمشي بالنها راح في السلم ثم إذا يمشي عدل إيسان اللي هو راه ديره أمير عليه راه ديره يحكم عليه يعرف أنه يعدل بالحق ويقول الحق ويشهد بالحق ثم تاجر ما يخوش في الميزة من مسائد اللي هي توصلنا الوحدة السياق الوحدة الحياة مهما كانت بسيطة وإن مريحة ذا سكينة الإنسان في سكينة في رحمة قبل أن تقوم في سكينة في رحمة خوضي خالي من الهوديس خالي من الوسويس متقن ببولاد معتز بي عايش بي قاعد بي قاعد بي قاعد بي الله وإنما هو في أن يسيكم إلا تقول الله يكون كن باقي به كما يقول الشيخ العالمي كن باقي به كن باقي به لأنها طبعا رأي تجلي في جميع الخلائق إذا رأي تقول به شوفوا في جميع الخلائق واحترم جميع الخلائق وخاء المكان مكرر والكعبة المشربة يجد حبرة هارا هالكعبة هارا هالكعبة هارا نقول لنا لأنه نصلوا متوجولها لو كان الإيسان يزاع الكعبة يرفض الكعبة واش يجول 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 على أن جميع المسلمين توصل لي لبعض خبر نقل له الكعبة واش يجول فنصلوا جميع المسلمين شرقا واضحا كيف ستصلي؟ هذي ستطين هذى هذي ستجته لهذى فنقريب النحي لك حلقات 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 النس في هما شاءوا الكعبة الموشرة طرحا شافوها لما شافوا بصرع حلقات 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 طائفة بالكعبة المثرفة وكلهم يستجدون ضايرين بالكعبة الإنسان غير بالفيل ينزل حديث يقول الكعبة لا يشرف انهم يستجدون هذا الخلق يستجدون البعض يستجدون البعض للتجد الإلهي وهو تصور في كل عبض المقبدي لماذا ندروها وكيفاش ما ندقوها وكيفاش ما نشعروا فيها وكيفاش ما ندعيشوها ياتي إنسان رح يصلي يتوجهها لقبلها رح يصلي وإذنما يجلعش نور على أن راجيها ورا راكالي ورا يصلي كددي ورا المصنون وجه بوجه ودادي بدادي هذا رح يستجدون هذا وهذا رح يركع لهذا من إذا كانت في الصلاة علاش ما تكونش في الأعمال علاش ما تقمنيش وما تقرش علاش ما تقينيش وما تقينيش علاش ما تساعدنيش ومساعدني وإشبه المدلي من شيء هو يزيد فينا رحمة وحوة وعزم وإرادة وهمة لما أنا الدين الهمة لي والمجتمع لأعيش فيه والدين والدين اللي هو رادي قايبين من دلوهمة ونحطوه في واحد المكان عالي رادي رادي أنا النا ونحطوه ونشخصوه على أنه غاد كل هذا الشيء هذا اللي را نفكره في اليوم إذا هو سلبي يجعل الله سبحانه وتعالى يلقالب ويرجع إلى جديد هذا العادة والنرهي ما بيننا ترجع بحقه أشحار اليوم ونحن كمارة يكسرفها على الأب مراير أو لا متل هذو كل مراير بالان اللي يكسرفها على الأب لوكانت لا يكسرف في الإقتصاق لوكانو يتصرف رادي صرents ووكاني اتصرف باش يستنوا والشفايات ولوكان يتصرف باش سحرات رجعا جنا ولوكان s slipped ضرور اما دامرة الهلاحة ماذا يزيد الأمن يزيد أمن ونزيد 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 وكذا هذا غزب مباب الأمن كهذا مسأل الأخرى عندنا إذا كان الصرح في مبيل مخلوقات الله إذا كان الآمان في مبيل مخلوقات الله إذا كان السلام في مبيل مخلوقات الله وش ربح يدعو دعا الجميع حولها عبدون أولا وعاد شعب فعلى جميع المهم من شرقيات إلى غير المهم وإنما دمنا نظرنا الأشياء بعين النطس وعاد نظرناها بعين احتقال أحقرنا المستقبل مشكلنا للهلماء نبقى جلالهلماء نبقى كائنا لهو يكون أهل المحشوم أكون هنا جزائيا نسلين تقول نخرج الخارج نحشم نقول جزائيا كيد في المواجد جزائيا نسكت كاما وعليش؟ هل همّا بشأن؟ شن أخضر على البلدي وشن؟ البلدين تأيرا في هذا الإنسان رجع يحشم إن هل همّا بشأن؟ أرجعنا نحشم بالميراط أرجعنا نحشم بالأصل أرجعنا نحشم بالإسم أرجعنا لهو قاتل عليه وما دعوني شهده أرجعنا الآن الإنسان يحشون به ما يبعوش ما يبعوش ما يبعوش ما يبعوش ما يبعوش ما يبعوش كيفَينا عكسة المساهة الى؟ وش كواني وصلنا هنا؟ وصلنا للغير ها وصلنا للرسم لما انظرنا في بعض الآبع بلهم ساهم وبعد الاحتقاظ ها إنت حكرتني وأنا حكرتني تبدأت الناس تكتب وتقول الترنقيين ها الترنقيين في دعاة ورعوم كذا الترنقيين يقولو المصلحين المصلحين كاذا وكاذا الشيوعيين يقولوا اكدا اشتراكيين يقولوا اكدا وهذا ينقص من هذا وهذا عندك فكرة فيها شيء ايجابة فيها شيء خير بسم الله قدم قل في اعماله احمل زي ربنا ماشي شوه وإن بعمل وما تمنق الشيء من الاخر لا اعمل واخذين اخرين يعمل كذلك يظهر العمل انت اكون واحد لانا اعمل لفائدة الجميع لانا اعمل لمصلحة الجميع انت تكون رقيب اعمل في طريقة الله انت مصلح اعمل اسيدي بسم الله انت جادة انت اي بسم الله فضل اعمل اشوفوا اعمل وانما احنا صبنا وين صبنا القوة صبنا القوة باش نكسروا بعض رابعة باش نعطلوا بعض رابعة ابن الا احنا اعطل اي لا باش تكسر اه ته 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 اه ته ته لا هذا قسرنا ماش نتكسرني وكسر اكسر ننبطلوا وانما باش انتتبني وهذا يبدي وهذا يبدي ولا يبني؟ لا. موجد نهي شيء. من الهباب المرض فينا؟ والدواني لا. انا رجل الله سبحانه وتعالى وعلمنا يقين على ان الله سبحانه وتعالى ما يفرجش فينا. ما يفرجش في هذا الامة لانها امة مسلمة مومنة. وكي انسان يشوف ركونا في الزويا وكي انت داخل ضار وسيلي من قسم ياكي. سيد الحالد الحسن. سيد الحالد الحسن دل واحدة العمارة في عمره دسعين سنة نضع عمر. قلت الحمد انه مشكلة. لكن ما زال اهل دسعين سنة ما زال يجذبه وما زال في الروح في الروحانية ما زال نملكين. هما م 핑ومات الشمigkeiten كان poop? originale. ما زال كبير انتحق واحدا صغيرة انتحق ما زال فيها روحا. ما اللغة إلى الحال الدين. ما تعالق ال امزلهença اللها، من امزله Healing Allah ما زال ما زال ما زال فيها تحما ما زال كwość الخير. الامgeant فيها المجديد ما زال كيء له خير والامgeant فيها للدكو ما زال فيها الخير. والأمان مازل فيها ليهم وفيهم المحن بمازل فيها الخير أما الله سبحانه وتعالى انتحنا وعند الانتحان يعز المعروف أمه هذا وكذلك الانتحان الله سبحانه وتعالى مشي بيهن إما نخرجوا بالعز أو إيهادة أراكم تشوفوا هل جازكين يديو يجي قد الباس والترمسكي بشي يخرجوا الخارج ما كيش يعطي هذا هذه إيهادة كتر من هذه إيهادة ويش حبيته كتر من هذه إيها أنا بلوكيس بلا بلوكيس رم لها هل يحكزين يسنف الكرامات والشرامات محروم حتى محروم وعند الانتحان يعز المعروف أمه هل المعروف أمه هل شي هذا شون يعاولي مني شون يعاولي مني الكرامات شون يعاولي مني العسن هل كل هنا كل هنا كل هنا اي سيدين دون مجدد كتروا صبحانه جديد فيها الوطن الستعيب صبحانه جديد صبحانه جاد فيها كل واحدة الشرط تقبلني من قولك تقبلني من قولك تقبلني من قولك تقبلني يمع ربي تقبلني من قولك تقبلني بالعيوب عن الشرط نبنوك للجميع الخير للجميع الملاقات المسائيل تمشي رهن النساء شيء شيء يبدأ يضعف يضعف وينقص الإيمان فيه وينقص العزب فيه يقولي أنا مسخرة ومبلوكة فكريا يفعل بها غير ما يجعل عن طريق تبناء وعن طريق فياداء وعن طريق هذا عن طريق غير فكري يردونا كما يحبون ليربط بنا اثناء هيا ما زالت الأمام يقول لا إله إله محمد رسول نرجع لا إله إله فارقته فرحونا كن في معموم محمد لا كن في معموم محمد والله سبحانه والله محمد رسول 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 محمد رسول